أشهدت إيطاليا أمس بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب في إطار الأمم المتحدة بهدف تسوية ملف الصحراء المغربية وذكر بيان المشترك صدر في أعقاب محادثات هاتفية أجرها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغارب المقيمة بالخارج ناصر بوريطا مع نظره الإيطالي الويجي ديمايو ذكر أن إيطاليا تشيد بهذه الجهود وتشجع كافة الأطراف على مواصلة انخراطها بروح الواقعية والتوافق وشدد البيان أن ديمايو تطرق خلال المحادثات إلى موقف إيطاليا من قضية الصحراء كما هو معبر عنه في إعلان الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد الموقع في الفاتح من نوفمبر 2019 بالرباط مجددا التأكيد على الدعم الإيطالي الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل مواصلة المسلسل السياسي طبقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ولسيبا القرار رقم 2620 الصادر في 29 أكتوبر الماضي